صحية أخرى مش هنجاوب عليها دكتور ألا في الآخر الحلقة إن شاء الله عايزين نوجه رسالة بس للسادة المشاهدين إن التكاويسات المبايد هي مشكلة صحية تأثر على حاجات كتيرة جدا مش بس تأخروا تمام الناس اللي عندهم تكاويسة المبايد بيبقوا أكتر عرضة للسكر خصوصا اللي هو الناس اللي عندهم وزن زيادة أكثر ناس تعرض لي أمراض القلب اللي دايماً بيعندهم الوزن الزيادة اللي هو الدهون طبعاً ما بتكلمش عن لين طيب اللي هو الناس الرفيعين اللي عندهم مشكلة في الموبيض دايماً بتكلم عن الناس اللي عندهم سميزة دكتور محمد عندنا مقولة مكتوبة إن ألم البطن ولخبطة الدورة الشهرية هي أشهر الأعراض ما قبل الزواج دي عايزين نوجه برضو السادة المشاهدين رؤيتهم لما يشوفوا بنتهم أو يشوفهم حد من ولادهم بيعاني من هذه المشكلة يبقى ممكن يكون عنده المشكلة دي ويتم علاجها ما قبل الزواج فهذه دي مقولة صحيحة ولا لا؟ آه دايماً شاكوت الأم دايماً بتبقى قريبة شوية من بنتها فتحاول تتابعها فتلاقي هما مشكلتين ما فيش غيرهم يا إما الدورة الشهرية بتيجي بألم وبتبقى البنت بتبقى مش مستحملة للألم ده أو بيجي بتلبيخ ودورة ما بيجيش على كل فترات أو بيجي بكميات كبيرة طيب نتكلم عن النقطة الأولانية اللي هي الدورة الشهرية بيجي بألم جامد لو الألم ده بيجي يعني ده الغالبية دكتور باردو يعني ده الغالبية إن هما بيبقى فيه ألم شديد آه طبعاً بس في بعض الحالات بيبقى الألم لو استحمل بيبقى عندها شوية دي إفعونك الرحم عندها العضلات بتاعت الرحم قوية شوية فبتنقبط بزيادة نظنش كل ألم يعني إن فيه تكايزات لا 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 خالص الألم مالوش علاقة بالتكايز المبيض تماماً الألم لو الألم ده موجود في آخر أيام الدورة الشهرية اللي هو في في اليومين الأخرانيين فيهم ده بتطنيط رواح المهاجرة لكن لو الألم موجود في أول يومين ده حاجة فيسيولوجيكل وطبيعية عادة خالص وحاجة مباشرة بالخير اللي الدنيا شغالة كويس تمام خلاص لكن مالوش علاقة بالإيه بتكايز المبيض تماماً طيب تلبيخ الدورة البنوتة أول ما تنزل لها الدورة الشهرية الأم ما تنسألش عن دورة منتظمة في أول سنتين من نزول الدورة الشهرية لأن الجسم لسه بيدعود نفسه ولسه فيه هرمونات بتبدأ تطلع وفي استجابة مختلفة لكل شهر الهرمون اللي بيطلع كل شهر تماماً فممكن الدورة الشهرية تبدأ تنزل بشكل مختلف في أول سنتين لكن هي ممكن مقبول يعني مقبول أول سنتين مقبول بس في شوية نقط مهمين إن البنوتة دي ما ينفعش تزيد في الوزن بصورة زيادة لأن الشهر سنتين دول بعد كده ممكن يكمله معايا تمام خلاص تتابع بنتها فيه شعر بيطلع في جسمها في أماكن مفروض ما يطلعش فيها ولا لا تتابع بنتها إن شعر راسها بيبدأ يقع بزيادة ولا لا تتابع بنتها إن الدورة الشهرية لما بتيجي بتيقعد يوم واحد بس ولا بتقول لها من يومين لسبعة أيام فالحاجات دي كلها طبعاً بتفرق في المتابعة أتابع بنتي بعد سنتين من نزول الدورة الإيه الشهرية طيب سؤال لحضرتك يا دكتور يعني إذا كان في أحد أبنائنا أو بناتنا بيعاني من ألم شديد أثناء الدور هل لابد إن أنا أعمل فحص صنار للتأكد من إن ما فيش مشاكل هأخذ إجابة حضرتك بس أنا أخذ الأستاذ أم عبدالعزيز معايا الأول ألو سلام عليكم وعليكم أستاذ أهلا وسهلا تفضلي فان لو طمحتنا بنتي عمرها 17 سنة وفي جهة الدورة مرة غزيرة ناشفنا بب مرة كلها دي في جهة الدورة غزيرة كثيرة غزيرة 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 تمام عمرها 16 سنة كلها دي يعني بيقلها بنت زوم ولا ملخبطة في الموعيد لا لا عادي بتوقع كم يوم بتوقع كم يوم سبع أيام طيب بتغير كم بد في اليوم والله كثير يعني مثلا اثنين ولا خمسة ستة ايه من شيء أكثر ممكن من ستة حيالي تمام الدم من لونه أحمر ولا بني لا أحمر أحمر وزنها كم كيلو بحدود الخمسين تقريبا تمام عملت تحليل أنيميا صور الدم لا لا تمام 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 انا والله ساق الموكي معاها عراض بطر دم يعني تمام تمام طيب لو فرض والحاجات دي لأنها طبيعية وده الحاجة اللي اتدايق بقى ان دي بقى مشكلة في الرحم نفسه مشكلة لسه لا دي مثل الغالب تبقى مشكلة فاسكولر تبقى مشكلة في الأواعي الدموية عندها في مشكلة في البلد وال بتاع الفيزي النفس اللي هو الجدار بتاع الأواعي الدموية في الحاجات اللي زي دي بنده مستاتج بنده حاجاتها عشان تعمل انقباط في الأواعي الدموية خلاص وبناخد علاج حبوب منع حمل بس برضو نعم معين عفكرة بس في نقطة لأن مش كل حبوب منع الحمل لكلها زي بعضها زي بعضها زي بعضها يعني أنا ممكن أستخدم حبوب منع الحمل لسيدة عندها مشكلة ما تنفعش لسيدة تانية عشان كده ما ينفعش حد يستعمل من نفسه لازم يلجأ للطبيعي المتفس طبعا السبب في السن ده لنزول الدم بكميات كبيرة هو الأنيمي لو في سيولة أو في سرعة نسفة أو سرعة تجلب طبعا تنرح لدكتور باطنة عشان يزبط لها المشاكل الموجودة عندها يبقى الأول دكتور الباطنة إن هي تبدأ تعمل الفحوصات دي كلها عن دكتور النسا عادة الدكتور النسا عادة هو دكتور النسا الشخص هو بأكده هو بيوجه بعد كده للمرضة عنده أو عن دكتور باطنة بس مؤكد إن بنت الأستاذ المعبداليز هو أسوأ طيب قبل ما نطلع فصل لدكتور إجابة السؤال يعني هل إذا كانت بنتي أو حد من قريبية بيعاني من ألم شديد أثناء الدور لازم أعمل أشعة أتطمن إن ما فيش تكايوسات أو حاجة ولا مشتراتش بس دايما نتوقع الأسوأ عشان دايما لما منلحق الموضوع بقدر بنعرف نصرف معه يبقى الأفضل من الأفضل مجرد إكتشف إياه عايزة تطمن على بنتك تكتشفي عليها لو فهم ما فيش فهم مشاكل خلاص حتى لو الألم ما رحش تشخيص التكايوسات والعلاج